بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله شركانا في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في كل مكان ضيوفنا الكرام من قادة صناعة الدفاع والأمن من حول العالم أهلا ومرحبا بكم في المملكة العربية السعودية حيث نسعد اليوم بإطلاق النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي هذا الحدث العالمي الرائد في قطاع الدفاع والأمن والذي يأتي تحقيقا لطموحات وتطلعات دولتنا الرشيدة رعاها الله بإطلاق معرض عالمي وفريد من نوعه يقدم ويستعرض أحدث التقنيات في مجالات التوافق العملياتي عبر مختلف قطاعات الدفاع والأمن الخمس سواء الجوية والبرية والبحرية بالإضافة إلى أمن المعلومات والتقنيات والأقمار الصناعية لقد جاءت الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العيز يحفظه الله لمعرض الدفاع العالمي تجسيدا لرؤية القيادة الرشيدة في تنظيم معرض عالمي وفريد ومتخصص يرتقي إلى مصاف أفضل معرض الدفاع والأمن في العالم حيث يحظى المعرض والله الحمد بدعم تكاملي من كافة شركاءنا من القطاعين العام والخاص وتشهد نسخته الأولى هذه مشاركة واسعة من أكثر من ستمائة جهة حكومية وشركة من أثنين واربعين دولة من حول العالم وبحضور مئات الوفودة العسكرية التي تمثل سبعين دولة لقد جاء توجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله في تنظيم معرض الدفاع العالمي 2022 طبعا ليكون داعم في تحقيق طموح وتطلعات القيادة الحكيمة نحو تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية وأيضا ليساهم في إثراء اقتصاد وطن الغالي وسببا لإزدهاره المستدام هذا الحدث العالمي الرائد في قطاع صناعات الدفاع والأمن في المملكة بإذن الله سيمثل أداة استراتيجية تجعم مساعي وطن الغالي نحو توطين أكثر من خمسين في المية من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030 فمستويات الطلب العالمي والله الحمد على المشاركة معنا في هذه النسخة ما هو إلا تأكيد على مكانة المملكة الدولية وموقعها الريادي في هذا القطاع مما لا شك فيه أن معرض الدفاع العالمي سيقدم بإذن الله بيئة مثالية للتواصل والتفاعل بين الحاضرين الذي يهدف إلى تعزيز الشركات الدولية في مجالات الصناعة والابتكار أبواب الاستثمار وعقد الشركات النوعية مفتوحة لكافة المصنعين ومزود الخدمات الدوليين الذين شاركون تحقيق رؤية مملكتنا الغالية من خلال دعم نقل التقنية وتطوير الكفاءات وتوطين الصناعة أكرر ترحيبي بكم جميعا سألين المولى عز وجل التوفيق للجميع ونخرج بإذن الله بحدث عالمي يليق باسم وطننا الغالي المملكة العربية السعودية فحياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى